ما بين مؤيد وساخر لفكرة إنشاء مقبرة استثمارية في النجاف تبدأ الشركة المنفذة للمشروع أعمالها على مساحة 6300 دونام لتنافس جارتها مقبرة وادي السلام في الخدمات التي تفتقر إليها مساحة التبليط 3.500.000 متر مربع داخل المقبرة يحيطها سياج بارتفاع 3 متر وبطول 17.000 متر تحتوي مقبرة النجاف النموذجية على ست بوابات كبيرة مختسلات عدد أربعة بناية لدائرة بلدية النجاف بناية لدائرة عقارات الدولة مطاعين عدد أربعة كبيرة هناك ما يقارب 200 دورة مياه موزعة بشكل يتناسب مع حجم المقبرة ويرى مراقبون بأن إنشاء هذا المشروع كان أمراً لابد منها بعد امتلاء أكبر مقابر العالم والتي بلغت مساحتها 700 هكتار وتحتوي على ما يقارب 6 ملايين قبر وتنهي فصلاً من جشع أصحاب النفوس الضعيفة في بيع مساحات وهمية بمبالغ خيالية لغرض الدفن بالتأكيد هي بادرة جيدة نتمنى من خلالها القضاء على العديد من المشاكل التي كانت موجودة في مقبرة وادي السلام القديمة والتي يعرفها المواطن في عموم محافظات العراق منها التجاوز على الشوارع الفرعية بيع الأراضي بصورة وهمية التجاوز على حتى قطع الأراضي التابعة للمواطنين من خلال بيعها إلى أشخاص آخرين مسح القبور وشواهد القبور في بعض المقابر البعيدة والقديمة وبيعها إلى أشخاص آخرين بمبالغ عالية نتأمل أن يكون هناك رقابة قوية من قبل محافظة النجف على هذا المشروع حتى تنتهي المشاكل السابقة هذه المقبرة ستساهم إسهام كبير بالنسبة للمحافظة والإشكالات الحاصلة في المقبرة القديمة من التجاوزات والزخيم خصوصا في الزيارات المليونية والزيارات الاعتيادية للمحافظة تكلفة المقبرة الواحدة في هذا المكان مليون وخمسمائة ألف دينار وتبلغ مساحتها خمسا وعشرين مترا مربعا وستكون القبور فيها على نسق واحد وهنا يتم استلام طلبات الشراء وتسليم السندات الخاصة بالأرض أحمد الحسين قناة الرشيد النجف الأشراف ترجمة نانسي قنقر